السلام عليكم اخواتي مرحبا بكم في قناة مطبخ اون فاطمة ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في الفيديو تانها اليوم كما نشوفو اليوم جبتكم وصفة كريب بوني بدوق الليمون وصفة ناجحة مليون في المياه تجربوها في دياركم انتمين ان شاء الله تعجبكم اذا اعجبكم الفيديو تانها اليوم دعموني بلايك اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس بها تتوصلوا بجديد الفيديوهات ونروحوا الان نبدأ مباشرة في الفيديو كما سبقوا قلت لكم في بداية الفيديو هاد الوصفة كريب بوني ناجحة مليون في المياه يعني من اول مرة غدي تنجحوا فيه هذه من جهة ومن جهة اخرى قلت لكم طلعوا لي الفيديو باللايكات و بالمشاهدات وان شاء الله هنقدم لكم المزيد من الوصفات تاع الايس كريم وتاع الكريب بوني كونوا فقط اوفياء للقناة وبقوم متتبعين هدي نجيب لكم وصفة تاع الكريب بوني تاع المحلاك لما نحتاجوا فيها مكونات بزاف نحتاجوا غير الماء والسكر هادي وصفة هدي نجيبها لكم ان شاء الله تعجبكم اليوم المقادر تاع الكريب بوني اللي جبت لكم غير الكاز ما غادش يعطيكم كونتيتي كبيرة يعني لكم تعايلة كبيرة ما تديروش كازها كصغير هنا ادي ثلاث اربع كاز تاع الماء كيما راكم تشوفوه جامد شوية راه دير لغلاس نخليه في المجمد واحد النص ساعة قبل ما نبدأ الوصفة هنا عندي نص كاز تاع السكر عادي انا ما نشغد نديرو قاع بما يجي نشحلو بقاري هذه الدوقة المنعشة على الليمون هنا عندي كاز تاع بودرة الشانتيه عندي باتاغوم تاع الليمون او عطر الليمون كاين الاصفر و كاين الابيض يعني كاين النوعين انتوما اللي بغيتوا الكريب بوني تاعكم يجي بيض استعملوا اللي جي لون التحاب ترونسبارون يعني شفاف واذا بغيتو يجيكم اصفر ديرو هذا عندي نص يعني فوق النص كاز تعاصير الليمون اللي كنت صفيته وقلحت له كامل هادوك الشوائب و هادوك البودوه ونحتاج بطبيعة الحال خلاط كهربائي و بزاف اخوات يعني اصفر اصفحتي على الفيسبوك و في التعليقات يقولوني اذا ما معدناش الباتر اسكن طيقوني استعملوا الميكسر نقولك الطيقية لكن اه ميكسي و خلي الميكسر تاعك يريح شوية بها تطلع لك هادوك الشانتيه هنا انا كما راكم تشوفو حاطيت الماء ضفت اليه السكر كما تعرفون الكريبوني فيه نسبة كبيرة تعبنت الليمون ما يجيش حلو يجي حامض هنا درت اعقل من نص كاز اضفت اليه هادوك الليمون و نحرك شوية هادوك المكونات بهندوك السكر مليح مليح و نضيف الكاس تعبود شانتيه هنا بودرة شانتيه او الخاليطي وتعبود شانتيه لازم تكون من النوعية المليحة سوف تنخخه في هاد الكريبوني انا نحاول نحضر و نعطيكم كامل اليزاستيوز سوف تنخخه في هاد الكريبوني ثاني حاجه هنا بنسبة للبودرة شانتيه نحاول نختار من الشيء اللي تجي فيها السكر حوبيبات لانه هادوك تجي فيها نسبة كبيرة سكر و بالتالي تخدم الكريبوني التاعك السكر يجب أن يكون جميلة و لا يجب أن نعطيها لك نصيحة هنا نبدأ نخفق في هذه المكونات التوعية لا يجب أن نحصل على السكر تقيلة لأن نسبة السوائل سيكون جميلة على كمية الشانتي هنا السكر كما رأيته لا يجب أن نزيد السكر هنا لا يجب أن يكون الكريبوني أصفر بثاف نضيف مقدار نصف مغرف صغيرة من الليمون أريد أن أصفر فاتح لكنه فاتح بثاف سنضيف مغرفة و لا يجب أن نكتر كما رأيكم ترى كذلك كملاحظة أخرى الكريبوني لا يجب أن نضيفه في علبة بلاستيك لا يجب أن نضيفه في المجمد أو في إيناء تعزداج سيطول وبالتالي لا يجب أن يكون كريمي سيطول لك في الكنجلاتير يجب أن نضيفه في إيناء يكون إينوكس أو أليمينيوم يعني لا يوجد صحيح لكن لا يوجد موجود كما رأينا نرى بعد ما خلطت الباتارون مع الخليط التاعي هنا أضيت إيناء تعزداج إينوكس خصلتها مليح و نشفتها لا يوجد قطرة على الماء و نضيف الخليط التاعي هنا قلت لكم كما تعرفوا الليمون مع الأليمينيوم لا يتقابلون لكن الأخوات لا يوجد لديهم علبة بلاستيك و نضيف الكريبوني هنا فقط نسرع عملية التجميد كريبوني نريدكي نتحصل على قاوام كريمي فلقد نجعله مأسم جيدا في المجمد و نقوم هنا فقط 5 سوائع و ناخذ هنا هل سأضيف الخليط التاعي كالإناء نضيف بلاستيك إناء و نضيف الإلساة و نضيف بلاستيك و نضيف الخليط التاعنا و ندخلها للمجمد بعد مرور ساعة كاملة اضع الخليط التاعي في الكونجيلاتر مدة 1 ساعة شاهدوا القاوين يتحصلوا عليه لا تشترونها 100% هنا نضيف ميكسر و الابل باتر حاول انكي ميكسي كامل هذا الخليط يعني يرجع خليط أملس كتر و كتر هذا هو السر بها الكريبوني تاعك يجيك الملمس التاعو كريمي شاهدوا كيف ينخدم فيه نعاود نغطيه و نخليه مدة 3 ساعات في المجمد هنا كما نرى بعد مرور ثلاث ساعات في المجمد هنا هذا هو القاوم يأتي قاوم كريمي و يأتي رطب 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 و بنين بل بزيف هنا يضيف ملعقات على الماء و يضيف ملعقات على كريم دائما نغطس الملعقات على كريم في الماء و نرفضه كريم هنا شاهدوا انا مغطستها يعني حصلت لي هذه اللابو لا تريد ان تهود هنا نكون خفاف شوية لانه الحمان اللي رعدنا اليوم 45 دراجة هذا هو الشكل هنا كما نرى هنا كما نرى كريم كريم هنا يوجد من الفق هذا الباتاروم تقليمون بسيطة و يزينته بوريقات نرى انه غالب حمان كما قلت لكم بلها 45 دراجة هذا هو القاوم من شاء الله تعجبكم الوصفة عنها اليوم تجربوها و ردوا لي الخبر بالتعليقات او على صفحتي في الفيسبوك ما بقالير نقولكم اخواتي ما تنساوش تدعموني بلايك و مشاهدة كاملة للفيديو و نقولكم اشتركوا في القناة و فعلوا الجرس بتتوصلوا بجديد الفيديوهات ما بقالير نقولكم الى الملتقى ان شاء الله اشتركوا في القناة